عمي بورهان كيف أرضه منيح؟ مو منيح شافوا مخدرات بسيارته هو بالنظارة هلا رح يبعتوه على المحكمة اللي مناهوا بكمان رح يحطوه بالسجن المفروض يتعاقب 8 سنين تقريبا 8 سنين؟ روق عمي بورهان لا تقلقوا أنتو أنا عرفت ورحل الموضوع من وين بتعرفي؟ ما فهمت أرضا نصبوله فخ إي أنا توقعت أنه في هيك شي مين القزر يلي عمل هيك عملي؟ زفار يا ربي يا ربي شو زنبه ابني؟ يا ربي شو زنبه؟ شو زنبه؟ عمي بورهان أنا عن جد أنا باعتذر منك كتير يعني كل شي صار بسببي أنا كل هالشي خطأي أنا أنا رح أعطيك وعد يا عمي بورهان أني رح أنقذ أرض أكيد كيف؟ أنا بوعدك عمي بورهان بنتي بكفي أنه تبعدوا عن عيلتنا بقى وتتركونا بحالنا بابا خلص تمام؟ بنتي طلعوا من حياتنا بقى شوفوا قسقتوا لعيلتنا كتير يا بنتي بنتي الحلوة شوفي أنا عندي ابني وابني وما عندي شي تاني أبداً بترجاكم بترجاكم تركونا بورهان أنت معك حق يا عمي بورهان بعتزر مرة تانية ما رح شوفوا وشي مرة تانية هون بنوب بس رح ساعد أرض أكيد زفار انت وين؟ أوه أهلا وسهلا شرفتين يا حبيبتي السينيم شو صار؟ ما قدرت تفطي بحبيبك الشوفير؟ الله يلعنك قداش هك واحد قزر؟ قداش هك قزر يا زلمة؟ لك أنا بحرق أنت وكل أموالك إذا بتقرب على عرض أفهمان؟ لك أنا بكرهك كتير خلصتي؟ خلصتي الدراما تبعك يا حلوى؟ يا أميرة ألا كل هالدراما هاي لأني عم بستنى جوابك إذا بدنا نتزوج ولا لا؟ السينيم الأمورة طبع أنا رح أتزواجك بس ما رح تلمس أرضا أبدا لا هو ولا حتى عيلته سمعتني ورح توعدني كمان بهالشي أوكي لكن خلينا نرتب مكانه تاريخ الزواج بالأول والبقى يسهل خليه كون شي بسيط بسيط كتير مو أكتر من هاي رح نحاول نحل الموضوع بيناتنا تمام؟ طيب مثل ما بدك سنفوري لغبا؟ الله يلعنك أنت سينيم؟ أنت منيح؟ منيح منيح، منيح وأنت؟ بدك تسألني كيف إيجيت ماهي؟ فيني استخدم فوائد كوني أنا تعرف من عائلة كور أصلاً رح تطلع من هون عن قريب أرضا واعتبر هاد وعد مني بس 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 شو؟ بس ما فينا نلتقى مرة تاني شو يعني هالحكي؟ جاوبيني سينيم شو يعني ما فينا نلتقي مرة تاني أنا أخذ قراري أي قرار؟ أنا رح أتزوج من زفار أنت مستوع بي شو عم تحكي؟ ما كان عندي خيار تاني هو عملها تزك وضغط عليكي كمان لحتى طالعني شو في سينيم؟ ما أناك منطرة تعملي هيك أبداً بترجاكي؟ ما عندي حل تاني بنوب؟ شو يعني ما عندي حل تاني؟ باي أرضا سينيم لا تعملي هيك، سينيم 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 لا تعملي هيك، لا تتزوجي من هذا الرجال سينيم كان واقف قدامنا مباشرة طردنا من الشركة قدام الكل يا إلهي، يعني هلأ الأخوك وراسلان عملوا ضربتهم أيو شا عمل أبوك؟ ردي يطلع قدام الكل؟ لا بالأول، هو حاول كتير يعترد بس بعدين يطلع حواليه شاف إنه عاجز يغير أي شيء مين بيعرف قدش لقاها صعبة عليه؟ كان سهلال كتير حتى أنا تأثرت بس أنا حاولت كتير إنه بابين هالشي بس ما في شي بنقدر بنعمله لو ما عمل هيك، ما طردناه وشو صار مع هديك المرة؟ راحت كمان؟ إيه سينيم؟ أكيد طبعاً لما راح بابا هي راحت معه كمان ماما، انسي الموضوع إن شاء الله ألف مبروك، أنا قريب راح ينام ع باب بيتك استغفر الله، خليه يكون بعيد عني أحسن سنين؟ شبك يا بنتي، ما أكلت شي، فيك شي يعني؟ لا ماما ما فيني شي بنوب، بس تعب عني شوي مو أكتر حاسة إنه الدنيا ضايقة فيني شوي، رايح أنام صحة وهنا عقلكم أها، انت ما؟ ما أكلت منيح شو عم بيصير معه؟ ما كان فيها شي صبح، عم بتعيش الفصول الأربع بيوم واحد أهلين وسهلين سيد طاهر لما قلتلك راح ينام ع باب بيتك، ما فكرت به السرعة؟ انت شو عم تعمل هون؟ أم انا، اجيت لحتى أحكي معك فين يا قعد؟ إذا ما راح اطوّل كتير، تفضّل فيك تقعد شكراً انا اجيت لحتى اعتذر منك فكرت كتير منيح فكرت كتير وحسيت بالاغلاط اللي انا عملتها انا بعتذر انا مضل بيني وبين المرأة اللي اسمعي سين اي علاقة نهائيا هات شأنك انت طاهر بك ونحنا ما بيعنينا ابدا بعرف انك عم تعمل كل هات الشي لترجع عالشركة بس هالسفينة مشت من زمان خلي بالك هالشي هلا والندب المتأخر ما لأي قيمة عندي نهائيا اذا ما عندك شي تاني تحكيه فيك تمشي شكران ما بتهمني الشركة ما بتهمني ابدا ولا حتى شوي ضل اللي ايام عدودة حتى عيشها هلا هو اللي ضل من عمري ما بدي عيشه بعيد عن ولادي وعن احفادي وعنك ما بدي موتوا انا ما بدي موتوا انا مزع لكم تأخرت كتير كان لازم تفكر بهات الشي لما جاهلت عيلتك كرمال واحدة ممعروف عننا الشي اتمنى انك تسامحيني الشي بس بعد ازني اذا بتسمحيلي فيني ضل مع عفادي لكم دقيقة اي فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ماما فيقلك بابا تعرفي صار لازم يمشي تركي هنا ينام وخلص يلا ساعديني تمام شكرا لك شكرا لك خير ماما شو رح تسمحي لبابا انه يضل هون ما بعرف بنتي بس ما بدي فيقو مش هام ما يفيقو الولاد كمان والله انا انا شايفي انه المي بلشت تتسرب شوي 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 بارب السفينة من الميناء يلا بسم الله ماما اذا بدك تمددي جنب بابا طاهر بتناموا مع احفادكم سوا خلصنا بيقوم لا تحكي بها السخافة بترجعك بنتي خلص روحي بنراس أنفي طيب ماما بس رجاءا لا تنسي يلي بيخون مرة بيخون كمان مرة تانية ولي بيخون مرة تانية هيك رح يضل دائما عمري بيقوم بيكفي بيكفي والله رح تجيبيه للشلطة انتي الصباح الخير صباح النور غفيت مع الولاد وما حسيت على حالي بالمرة أنا رايح مبعد إذنك فيك تضلت في طرمانة عن جد عم تحكي ماما بعد الفطور بابا بدي يروح ولا رح يرجع عالبيت للأبد يقوم يبدو أن المفاوضات العاطفية لسا تشغالة لهلأ صح بابا رح تقدر تحضر عرض الأزياء ولا لساتك معاقب ما بعرف إذا ما عندكم مانع أنا بدي أحضر عرض الأزياء بدون ما أزعج حدا أبدا أبدا أنا رح ساعدك بالترجمة ماما الغالية يعني بابا هو أصدقنا يقول إذا سمحتيني احضر عرض الأزياء وارجع للشغل واستقر بالبيت كمان مثل قبل سينيم وينها؟ هي طلعت الصبح بكير يا الله دخيلك في شي غريب عم بيصير مع هالبنت وأنا كمان لاحظت هالشي حاسس بالإحراج كتير قدامه يا ترى كيف رح يكون عرض الأزياء اليوم؟ ما دام شكرا أنا بعرف إنك رح تقولي لا بس فينا نطلع نتعشاه سويا ترى إذا بتحبي منشوف طهر بك هم بسأل حالي كيف بيكون الربيع الثاني للزواج يا ترى يعني لو بتخبروني شوي ما بعرف عن الربيع الثاني بنتي نحنا عم نتجاوز شت المظلم يعني كان لازم تتجاوز كل هاي الصعوبات لحتى يطلع هذا الشاعر يلي جواتك يا بابا الغالي سينيم شو عم بيصير معك بنتي؟ شو عم بيصير ليش ماسكي يدهد الرجال عديم الشخصية؟ الله يسامحك يا ماما رح أزعل هلأ الله يسامحك معقول في حدا بيهيد دنيا بيحكيك عن صهرة مثلا؟ شو عم تقول؟ عم بيقول صهرة شو عملتي بنتي؟ اليوم الصبح عملنا شي جنوني ورحنا أنا وحبيبتي وتزوجنا شكرا جي بيكولونيا بسرعة اه بسرعة ارجعي لواعيك شكرا ارجعي لواعيك شكرا ماما الغالية غميت بسبب الفرحة الكبيرة كولونيا بسرعة غبي ماما فيقي شكرا أمي أرضا أرضا أمي تعجى هست لك الفطائر أرضا أردى أردى لك ردي عالتليفون سينيم شبك ردي عالتليفون وينك لهلأ لا ما إفاقف الوصف الوصف المصدر المصدر الوصف 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 أنت بشو هددت بنتي هاي المرة حبيبتي تفهموا علي أنا ما حدا هددني بالمرة تزوجت بإرادتي سينيم بنتي لا تكزبي علي أنت أكتر مين بيعرف شو عملنا لحتى نمنع هالشي لا تخافي بنتي حكيلي يلا قولي بشو هددك هالزلمة لا تخافي أنا معك أنا مو خايفة أنا بتفهمكن معكن حق لو كنت مكانكن اللي عملت نفس ردة الفعل بس عمقلكن هات قراري أي طبعا وبيقولوا كمان أنه ما تاخد حبيب إلا من بعد خناها مظبوط وببساطة هيك بلاش حبنا أنا وحبيبتي سينيم الحلوة مو هيك ماما شكرا خليني بوس إيدك المباركة لحتى نتصالح ومشان ننسى الماضي السيئ بابا طاهر خليني بوس إيدك على الأقل لك إذا جبرت بنتي على هذا الزواج أو هددتها فأنا رح أحاسبك على هذا الشيء سينيم شوفي إذا كان في أي ابتزاز يعني عمقلكن لا أمرت أخي شبا كون موسيقى تبحوا الشيء أن الرقم الذي تتصل به مغلق الرجاء المحاولة لاحقا أوف سينيم أوف يا سينيم جوا مين بتكون انت؟ سينيم أردا؟ هذا الزلمي هددك مو هيك؟ تزوجت سينيم من هذا الزلمي لحتى تنقذني خدي بقى مضبوط؟ يلا جاوبنا زفار سينيم شو هالحكي؟ صحيح؟ أحكي بنتي يا شب متل ما شفت ما في شي متعلق فيك هون تمام؟ أي وكمان يرضى عليك بدي تباعد عن مرتي لأنه أنت عم تعملي ضجة بلا سبب بصراحة أنا وعصفورتي سينيم تزواجنا عن حب مو هيك يا عصفورة؟ صحيح شفت؟ أردا؟ لو سمحت تمشي سينيم أنا بعرف أنه جبرك ما رح تقولوا شيء أنتو؟ حبيبي، بلشت تضيق لي خلاقي حمال حالك وروح من هون يلا رح تعملوا حالكم مو شايفين شيء طبعاً لك حدا يحكي كلمة بس بكفي أنا عم حاول أني ما زعلك بس أنت عم تجبرني أني ضايقة طلعنا وتسلينا يعني بس كل شي انتهى سينيم زوجة ظفر هلا ما بدي شوفوا الشاك مرة تانية بنو يلا روح يلا انقلع ها لا ما بدي شوفوا الشاك اهم اهم شهم شكرا شكرا اشتركوا في القناة